إبليس أقام وليمة للشياطين لبحث طريقة لإخفاء أغلى ما يبحث عنه الإنسان اقترح شيطان من الجالسين فقال نسرق ثروته رد إبليس بل نزيدها حتى تكثر مشاكله وبالتالي تزيد شقاوته قال شيطان آخر نسرق عقله رد إبليس عقله وكيف يحس بتعاسته فقامت شيطان شمطاء وقالت يا إبليس السعادة هي الهدف النهائي لكل إنسان دعنا نسرق سعادته وافق إبليس بعد أن تأكد من صحة قولها وسرقوا سعادة الإنسان وهي فعلا أغلى ما عنده فظهرت لهم مشكلة أخرى وهي أين يخبئون السعادة حتى لا يعثر عليها الإنسان قال شيطان في أعماق البحار وقال آخر في أقاس الأرض رد عليهم إبليس كلها بضعة مئات من السنين حتى يخترع الطائرة والغواصة وعابرات القارات هنا قامت نفس الشيطان وقالت يا إبليس خبئها في مكان لا يخطر على باله خبئها في أعماق قلبه سيبحث عنها في الثروة ولن يجدها وفي الشهرة ولن يجدها ومع الجنس الآخر ولن يجدها لأن السعادة في داخله وليست خارجه إنحنى إبليس لهذه الشيطان وألبسها جمرا من النار مكافأة لها ومنذ ذلك التاريخ والإنسان يبحث عن السعادة في كل مكان إلا في أعماقه ودواخله العبرة إنك الشخص الوحيد الذي تصنع سعادتك السعادة لا تمنح إنما تصنع الرضا سعادة الحب سعادة العطاء سعادة الصداقة سعادة الصحة سعادة الضحك من القلب سعادة السعادة السعادة قرار أسعدني الله وإياكم في الدنيا والآخر السلام عليكم